أهلا بكم قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الأردن يعول على دعم البنك الدولي له في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والسياحة والنقل فضلا عن زيادة فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وشدد جلالته خلال استقباله في قصر بسمان الزاهر رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته شادة ملباس بجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى تصدي للفقر ودعم بيئة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص الذي يسهم بدوره في توفير فرص العمل وخلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ملباس أكد أن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام وأشار الخصاوني إلى أهمية تعزيز التعاون لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة حيث تعمل الحكومة على استقطاب المزيد من الاستثمارات لدورها في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية من جهتها شاد رئيس البنك الدولي بالإصلاحات التي نفذها الأردن مبديا استعداد البنك لمزيد من التعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية وأكد أن الشباب والبطالة هم التحدي الأبرز وهو ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل أضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي تعزيزا لجهود شمول المالي وتحسين تجربة ورضاء القطاع المصرفي أصدر البنك المركزي تعليمات تتيح للبنوك تطبيق إجراءات مبسطة عند التعامل مع العملاء منخفضي المخاطر البنك المركزي قال أن التعليمات تشمل الإجراءات والبيانات الممكن الاكتفاء بها عند التعامل مع فئات العملاء منخفضي المخاطر سواء الحاليين أو المحتملين أو عند تحديث بياناتهم وبما يخفف من أعباء البنوك خلال الحصول على بيانات العملاء وتحديثها كما تشمل إعفاء هذه الفئة من متطلب مراجعة الفرع والاستعابة عن ذلك بالتطبيقات الذكية أو خدمات الإنترنت البنكية بهدف مساعدة القطاع السياحي على مواجهة التحديات أعلن مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات عن اتفاق جديد بين الصندوق وهي التنشيط السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن الجهود الحكومية الرامية لإحتواء تدعيات سلبي لجائحة كورونا صندوق التنمية والتشغيل وبالتعاون مع هي تنشيط السياحة أو وزارة السياحة والأثار وشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم توقيع اتفاقية اعادة القراب بين الصندوق والهيئة لدعم القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا تم تصميم برنامج تمويل خاص في المشاريع السياحية المتضرة من هذه الجائحة حيث سيتم تقديم قروض أو برامج تمويلية بمبالغ تبدأ من 5000 دينار وبسقف أعلى 75000 دينار لكافة القطاعات السياحية المتضرة من جائحة كورونا موجود عندنا حجم الطلبات التمويل 9 مليون دينار تقريبا 9 مليون دينار لمعظم الأنشطة السياحية التي تغطي خمس قطاعات قطاع الإيواء وقطاع المكاتب السياحية وشركات النقل ومكاتب السياحة والسفر وقطاع المطاعم لمخالفتها شروط وتعليمات المشاركة في برنامج سياحة العبور أو البروتوكولات الصحية الخاصة بالحجر الصحي أخلقت وزارة السياحة والأثار ثلاثة مكاتب سياحية وأوقفت تسعة عن العمل في سياحة العبور ووجهت انذارات وتنبيهات لسبعة عشر مكتبا آخر وزارة السياحة والأثار قالت أن المخالفات جاءت لعدم التزام المكاتب السياحية بمكان إقامة المجموعات في المنشآت ولتركهم دون مبيت وتأمين مكان إقامة مسبق لهم إضافة إلى عدم متابعة المجموعات خلال فترة الإقامة من قبل مندوبين مكاتب وعدم التزام المندوبين ببوعد استقبال المجموعات لحظة قدومهم إلى المملكة وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات في حق المكاتب غير الملتزمة بشروط وتعليمات سياحة العبور حيث بلغ عدد القادمين لغاية الآن قرابة مائة وخمسة عشر ألفا بعد تداعيات الجائحة توقع تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية العام الحالي تحافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما بين عشر إلى خمسة عشر في المائة وبمستوى أقل من العام الفين وتسعة عشر منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة عمل حول جاذبية الأردن المستثمرين الدوليين وما يجب فعله استند فيها إلى وضع الأردن في مؤشر الفرص العالمية وأكد على ضرورة ترجمة القوانين بما يضمن إزالة اللبس والإجتهادات إضافة إلى التوصل الدائم مع المستثمرين وأوصل منتداء إلى إعادة دراسة تكلفة بدء العمل التجاري ومعدلات الضرائب في الوقت اللازم لبدء العمل التجاري إنفاب العقود وقضايا الإعصار إضافة إلى دعم الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة نماذج جديدة من الصعوبات التي تعيق الإمدادات في العالم سجلت الأسبوع الماضي تثير مخاوف بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن أزمة كورونا ويحذر الاقتصاديون من تباطع النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات بسبب قلة إنتاج ما يطبه المواطنون حيث تعاني الصين من نقص كبير في الفحم الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية والمملكة المتحدة ليس لديها عدد كاف من الصائقين لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى فيما تواجه أوروبا ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد لأن العرض لا يكفي لتلبية الطلب رغم تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي تواجهها المملكة المتحدة جراء بريكسيت تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريت جونسون بالمضي في خطته التي وضعها لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هذه الرسالة وجهها جونسون عشية المؤتمر السنوي الذي يتحضر حزب المحافظين لعقده وجاهيا للمرة الأولى منذ عام 2019 الحكومة البريطانية قالت أن النقص في سائقي صهريج الأجانب تعمق مع جائحة كورونا والذي أدى إلى دخول البلاد في أزمة توزيع غير مسبوقة للوقود على المحطات بعد أن قلص بريكسيت من حرية دخول عمال دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا في كانون الثاني الماضي